في العراق قتلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد اليوم بالتعاون مع صلاح طيران العشرات من مسلح تنظيم داعش خلال عمليات عسكرية في الأنبار ونينوى أدى تفجير انتحاري داخل مسجد في منطقة الرضوانية جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص وأعلن المتحدث باسم الداخلية ساعد معا أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه مستهدفا المصلين أثناء خروجهم من الصلاة مضيفا أن انتحاريا ثانيا حاول تفجير نفسه مستهدفا الجموع المحتشدة غير أن القوات الأمنية تمكنت من قتله من ناحية أخرى قتل مدني وأصيب سبعة آخرون في تفجير وقع بسوق شعبي في أبي غريب غربي بغداد سياسيا أعلن النواب المعتصمون داخل البرلمان أن جلسة الأحد المقبل ستشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد تسلم أسماء مرشح هيئة رئاسة البرلمان إلى ذلك تضاربت الأنباء حول احتكام رئيس البرلمان سليم لجبوري للمحكمة الاتحادية حول إقالته ففيما يؤكد النواب المعتصمون أنهم سيحترمون قرار القضاء نفى مكتب لجبوري في بيان تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية مؤكدا أن البرلمان سيلتأ مقاربا لأداء مهامه ميدانيا تواصل القوات المشتركة عملياتها العسكرية لسيما في قضاء هيد بمحافظة الأنبار ما أدى لهم اقتل العديد من عناصر داعش خلال المواجهات العنيفة وخلال لقائه نظيره العراقي في بغداد أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال جوزيف دينفورد استمرار واشنطن في دعم القوات العراقية في حربها ضد داعش مؤكدا أن الهدف الرئيسي التعاون والتنصيق لتحرير مدينة الموصي لمركز محافظة نينوة ترجمة نانسي قنقر